الخامسة صباحاً الثالثة بتوقيت جرينيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة القطوات التنفيذية لبرنامج التروحات الذي سبق الإعلان عنه والذي ياتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة ويسهم في زيادة معادلات الاستثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بالإضافة إلى توسيع قاعدة الملكية جاء ذلك أخذ الاجتماع مدبولي مع عدد من المسؤولين حيث تم توافق على أن تبدأ إجراءات طرح شركتي وطنية وصافي من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء القادم والذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين وتهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بعد إتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليهم صندوق مصر السيادي كما تم توافق أيضا من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج التروحات على طرح أربع شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية أكد رئيس الأزراء مستثمرت بولي أهمية تطبيق مختلف الخطوات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية جذلك أخذ الاجتماعين عقده مدبولي لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن ACI المسبق حيث يتطرق الاجتماع كذلك إلى الموقف التنفيذي لخروج البضائع على مستوى الموانئ البحرية خلال شهر فبراير من العام الحالي ومتوسط زمن اعتماد الشهادات المعروضة وما تم بالفعل اعتماده من تلك الشهادات سواء بنظام الوارد العادي أو من خلال نظام الإفراج المسبق استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمطار القاهرة الدولي ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك في مستهل زيارتها الرسمية الأولى إلى القاهرة والتي تأتي تزامنا مع الاحتمال بفرور 65 عاما على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق لها عقب وصولها مطار القاهرة ومن المقرر أن يعقد مدبولي وفريدريكسن جلسة مباحثات لمناقشة مقترحات تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك أكد البنك المركزي أنه لا توجد أي التدعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرا بالأوضاع المالية التي يتعرض لها بنك سيليكون فالي الأمريكي والمتقصص في تمويل الشركات التكنولوجية والناشئة وأشر البنك المركزي إلى أن البنوك المصرية لا تمتلك أي وداع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى بنك سيليكون فالي تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحفاظ على نظام مصرفي المرن ومؤكدا أن إدارته ستواصل الجهود لتعزيز الرقابة على البنوك الكبرى بعد انهيار بنك سيليكون فالي كما طمأن بايدن المواطنين والشركات الأمريكية بأن وداعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها أعلنت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك استحواذها على بنك سيجنيتشر وألحقت صفة مستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام وقالت الإدارة في بيان أن الودائع لدى بنك سيجنيتشر بلغت حوالي 88 مليار دولار في المجمل حتى 31 ديسمبر وأوضحت وزارة الخزانة أنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيجنيتشر وأن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريش السوناك أن المملكة المتحدة ستستثمر 5 مليارات جنيه السرليني إضافية في قطاع الدفاع وسط تهديدات جديدة من روسيا والصين وقالت الحكومة البريطانية أن المبلغ الإضافي يستهدف تجديد مخزون الذخيرة وتعزيزه وتحديث مؤسسة الطاقة النووية البريطانية وتمويل المرحلة التالية من برنامج غوصات أوكوس أكد رئيس الصيني شي جينبينغ أنه سيعمل على تعزيز نظام الأمن القومي للحفاظ على أمن واستقرار البلاد متعهدا بتأسيس جيش قوي ليصبح سورا فلاذيا يحمي مصالح الصين وأكد جينبينغ معرضته لأي تدخل خارجي في ملف تايوان أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين من تراس كروز من غوصات قبلة ساحلها الغربي مؤكدة أنهما أصاب هدفهم بدقة في بحر اليابان ويأتي ذلك فيما قال الجيش الكوري الجنوبي نقلا عن وكالة يونهاب إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا جديدا قبل تدريبات عسكرية مشتركة بين سول وواشنطن نهاية الموجز والمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترانيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظهراء الشاشة هذه تحياتي لأي أبازة دمتم دائما في عمل الله